طيب لكن خليني بس نقول لحضراتكم انه احنا في مصر ليس لنا مصلحة في ليبيا الا وحدة الاراضي الليبية وان تكون ليبيا مرهونة بقارات الليبيين انفسها ليس لمصر اي مصلحة في ليبيا الا مصلحة الليبيين احنا ايه اللي محتاجينه في ليبيا عايزين دولة قوية حكومة شرعية بتحكم وتتحكم في الامر تحقق الامن للناس تحقق الرخاء الاقتصاد للناس وهذا لن يتأتى الا بانتخابات يعني اللي انا بقوله احلام مصر او رغبات مصر او توجهات مصر ان الشعب الليبي الستة مليون يقولوا احنا عايزين فلان رئيس الدولة وعايزين دول نواب تطلع حكومة منتخبة تمسك البلد لا بترول يتسرق ولا غاز يتسرق ولا ارض يتسرق ولا حد يعبس ولا ناس مرتزقة يجيوا يشتغلوا ولا مليشيات تحمل السلاح في جيش واحد قائد جيش واحد بدولة محترمة مستقرة ليه؟ لانه حدودي مع ليبيا اكتر من 1200 كيلو حدود غربية بتنهكني في مراكبتها بتنهكني في متابعتها بتنهكني ايضا في خروقات بتتم ما فيش دولة في العالم حتى امريكا والمكسيك تقدر تضبط حدود 1200 كيلو بهذا الشكل فيه وسط الصحراء وبحر رمال الاعظم الى اخير احنا مناش اطمع في ليبيا بقول هذا كلام مرارا وتكرارا لانه فيه ناس يعني فيه ناس الحقيقة بيتكلموا بسفالة شديدة جدا على الدور المصر فيه ناس بيتكلموا بوقاحة شديدة جدا على الدور المصر بيدعوا ان هم متقفين وهم قاعدين مش في ليبيا قاعدين برا في اوروبا برضو مرتزقة زي مش عايز اقول اسماء لكن في كل الاحوال احنا في مصر بنهاجم كموقف من هؤلاء الاتباع والزيول لتدخل خارج يعني فيه ناس مؤمنة وفيه ناس مرتزقة وفيه ناس مستفيدة من التدخل الاجنبي في ليبيا ان ليبيا لان تقوم لها قائمة اللي بتدخل اجنبي فيه ناس مؤمنة بهذا دول الجماعة المنبطحين دائما دول المنبطحين ودول اعوان الاستعمار انا بستعير هذه الكلمة من التراث في ستنات دول اعوان الاستعمار يسقط اعوان الاستعمار دول عايزين يرجعوا الاستعمار تاني دول الامبريالية بجد دول الناس المرتزقة بجد دول اول ما بيجي يتكلم بيشتمع على مصر موقف مصر واضح تماما في القاضية الفلسطينية واضح مئة بالمئة ولا نقبل المزايد موقفنا في ليبيا واضح تماما ولا نقبل المزايد اعني بنقول في فلسطين دولة فلسطينية على سبيل القدس الشرقية نقطة بنقول في ليبيا دولة ليبية موحدة بانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وخيرات ليبيا للليبيين والمرتزقة والاجاني بيطلعوا بره في حاجة زعل مين اللي يزعل من هذا الكلام اللي يزعل من هذا الكلام صاحب المصلحة اللي يزعل من موقف مصر المرتزق وانا بقول بشكل واضح جدا احنا لنا مواقف واضحة ومشرفة احنا ممكن نلعب باللعب للتلات طرقات زي دول كتير جدا وحاول اتعامل هنا وهنا وهنا واستفيد احنا مشكلتنا ان احنا دولة والله اصبح الشرف مشكلة والله اصبح الشرف السياسي الان مشكلة احنا للأسف يشير بندفع فطورة لشرفنا السياسي بندفع فطورة نظر لتعاملنا السياسي بشرف في وقت زي الرئيس مقال عز فيه الشرف والله هذا ليس تكرارا لكلام الرئيس بيقوله والله وليس كلاما يقال في الإعلام لكن فعلا الدولة المصرية بتسدد فواتير مقابل تمسكها بمبادئها السياسية بتسدد فواتير بائزة مقابل العمل بشرف سياسي للينا اطمع في ليبيا وكنا لو احنا عايزين وبقول واضح والكلام ده تقال قبل كده لو احنا كنا عايزين في وقت في الدولة الليبية منهكة والدولة الليبية ضائعة والدولة الليبية فيها تنازع وغيره كان يمكن تبقى للقانون الدولي ان انا اضافي عن حقوقي ويعمل كذا زي ما دول تانية عمل كذا في شمال سوريا وشمال عراق لكن احنا من اليوم الاول رئيس قال دول اشقاء دول اشقاء مفيش كلام ومصلحة ليبيا من مصلحاتنا مفيش كلام ولا يمكن ان احنا ناخد يعني حاجة مش من حقنا وحاجة مش بتاعتنا على الاطلاق ده معروف في كل الملفات بتاعتنا عايزين استقرار سودان عايزين وحدة الارض السودانية عايزين رخاء سودان عايزين وحدة ليبيا عايزين وحدة فلسطين يا جماعة احنا ناس شرفاء احنا شرفاء وبقول تاني الرئيس اعادة هندسة العلاقات السياسية الخارجية بشكل ادى الى ان مصر كلها مكانة حقيقية مؤثرة في الاقليم